على عاتق من تقع مسؤولية الخروقات الأمنية المتكررة؟ أنا فقط أذكر حضرتك بأنه قبل سنتين من نفس المناطق التي حدث هناك هجوم ومجزرة كبيرة بالبدور إذا تذكر حضرتك بصلاح الدين هل تقع المسؤولية لربما على عاتق الإدارة الأمريكية أم على عاتق الإدارة العراقية؟ نعم أستاذة حقيقة أيضا ومن خلال قناتكم الكريمة أنا ظهرت في لقاء سابق قبل سنة أو سنتين تحدثنا أيضا على هذا هناك تعرض أيضا حدث في هذه المناطق أستاذة هذه المناطق هذا المثلث تحديدا هذا المثلث ينشط به الخلايا النائمة تنشط به والإرهابيين ينشطون ويتحركون بأرياحية بين الحين والآخر ولكن نحن بالنسبة أن هذه العملية واسعة النطاق بالتمشيط وكذا راح تحد لا ما راح تحد من هذا الموضوع ليش؟ وجهة نظري كمراقب وكمختص أنه إحنا لازم نتخذ الإجراءات الاستباقية لا نتخذ الإجراءات اللاحقة يعني إحنا يوقع التعرض ونسوي عملية واسعة النطاق هذا مو منطق إحنا لازم نستبق الحدث قبل وقوعة نستبق الإرهابيين بتعرضنا لهم إحنا نتعرض لهم ونقضي عليهم بالكامل هم ومن يقف خلفهم هاي الشغلة الثانية الشغلة الثالثة جبتي الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية يفترض أن تكون على أساس النقاط الموجودة والفقرات الموجودة في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بيننا وبينهم أنه تزودنا بالمعلومات على الشريط الحدودي نطلب هذا الشيء يعني أنا من خلال قناتكم الأخ الرئيس الوزراء محمد شيع السوداني أتمنى أنه إحنا من يقعد ويا الأمريكان يطلب أنه على أقل تقدير الشريط الحدودي من الصحراء صحراء الأنبار إلى أقصى جبال إيران يطلب أنه هذا الشيء يطلب أنه هذا الشيء بتعزيز المعلومة الاستخبارية حتى إحنا نستبق الحدث ترجمة نانسي قنقر